السلام عليكم بيماتي اخواتي كديرين لبس عليكم كديرا صحيحة ايش كتعودوا تمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يوجه الخير ودائما نسمع لكم غير الخير كديرا صحيحة كديرين عائلاتكم تمنى ان شاء الله دائما تكونوا بخير وتكون اموركم طيبة يا ربيك نشكركم بزاف بزاف على تعليقاتكم طيبة لك تخليوها اليوم كنعرف ما نقول لكم والله اي كلمة نقولها قليلة في حقكم اي اخت كتخليت علي قزوين الله يجعلوه في ميزان حسناتكم والله يحفظكم اي اختي من كل شر والهلا يحرق فيكم شي عظم اي اخت اخت كتمنى شي حاجة اللي يسهل عليها ويعطي امنوا في خاطرها الله يرزق كل محروم يا ربي الدور يا صالحة والله يفرحكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله غدينشارك معاكم واحد طبيلة دي القوتي اقتصادية بسيطة فيها ميني كيك بلاد دقيق اه بالشكلات وبالبيسكوي اللي كيجيو رائعين بسيطة بيجا حضرتو معاكم اه في مول عائلي وده باحضرتو معاكم ميني كيك هكا كيجيو رائعين بواحد القاناش او لوحد الكريمة اللي كيجي لدي ده وغادي نشارك معاكم لشوصا اه بواحد الحشو اقتصادي وعجينة بلا خمير بلا تشي حاجة يعني كيف كتعجنوها كتخدمو بيها كيجيو لدي بزاف خصوصا مع هاد البرد ما كيليقو غب حل هاد الوصافات قوتي وعشاء في نفس الوقت انتمنى اعجبوكم هاد الاقتراحات اترضو عليها كيف بما مول فيني كيف العادة الى اعجبكم في فيديو اختي لا تنسينيش من اللايك ديالكم او لليجيب اللي كيفرحوني بزاف وكيشجعوني ومن تعليقاتكم والقلوبة اللي يخطيكم علي الله يفرحكم تعليقات ديالكم وهم اللي كيحفزوني وكيعطوني الطاقة الايجابية نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة اذا با غد ندوز معاكم نحضر معاكم القوتي اول حاجة غنبدو بها واللي هي هاد الميني كيك اللي كيجي ورائعين بزاف بدون دقيق بالبيسكوي صابلي كيجيو خطير يبنكها ديال كوكو والشكولات انتمنى من كل القلب يتجربوهم لانا في اعلان كيستحقوا تجريبة بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقادير عندي هنا ميتين قرام ديال البيسكوي استعملوا اي نوع كتفضلوا ديال البيسكوي انا استعملت هاد صابلي هادا اللي بنكها ديال كوكو صراحة المضاق ديال الكوكو مع الشكولات كيجي خطير بزاف استعملت هاد العلبة ديال درهم استعملت منها خمسة اعطتني ميتين قرام عندي هنا جوج ديال البيضات اللي كيكونوا كبار 20 قرام ديال السكر سنيضة اللي هي نصف كس عنبه 90 ميلي ليتر ديال الزيت نباتية والزيت العادية 90 ميلي ليتر اللي هي زيدة شوية على نصف كس عنبه كيف قد لاحظوا 80 ميلي ليتر ديال الحليب السائل ولكن عندكم الحليب في الثلاجة ضروري ما كدفيه شوية ولكن ما كتوصلوش لدرجة الغاليان غير يدفي شوية باش هكا كيكون بدرجة حرارة المطبخ عندي هنا ضانيت ديال الشوكولات للوزن دياله 80 قرام جوج المعالق اقبار ديال كاكاو المر يكون النوعية جيدة باش كي يعطينا دائما لما تقزوين وعندي هنا 7 قرام ديال بيكين بودر او لخميرة الحلويات 7 قرام اللي هي صشية وحدة ديال الخميرة او لثمانية قرام عندي سكر مناسب بالفاني 7 قرام وكبيصة ديال الملحة وغادي نحتاج معالقة كبيرة ديال الخل اللي كتخلينا هاد الميني كيك يجيو خفافي بزاف اول حاجة غنديرها غادي نطحن هاد البيسكويت حتى كيولي بحل دقيق كتحنوه في اندوطخوة ولا طحانة اللي عندكم حتى كيولي على هاد الشكل هاد كيف كتلاحظوا لان ما غاديش نديرو هاد الكيكا هادي في المونينيكس واللي غايديرها في المونينيكس كيبقالوا الاختيار كناخد واحد الاناء اللي كندير فيه نصف كاس عنبا ديال السكر سنيدة مع قبيصة ديال الملحة وسكر من السمبلفاني وجوج ديال البيضات وغادي نخلط مزيان هاد البيض هادا مع السكار حتى كي تغير اللون ديالو عاد غادي نضيف ذيك زيت المائدة اللي هي 90 ميلي لتر زيدة شوية على نصف كاس عنبا وغادي نخلط وغادي نضيف عو تاني نصف كاس عنبا ديال الحليب كيف كتليكم اللي ما تيكونش بارد وغادي نضيف هنا يا علبة ديال دانيت شوكولا للوزن ديالها 80 قرام وغادي نضيف جوج المعالقة ديال كاكا والمر وغادي في العادة وكيف كنقول لكم دائما دائما كتغرب قبلوها كي الكاكا والمر باش ما كيبقوش هادوك الحبيبات صغار وكي تلقوا لينها كي المرار في الكيكة آآ غادي نخلط مزيان عاد غادي نبقى نضيف البسكوي هكي بشوية 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 أنا أعطيتكم مقادر مضبوطة يعني هاد الكيك هادا ما تيخطانيش سوى ان كنديروها كي عائلي او لكنديرو في مولات فرديين آآ أنا أعطيتكم هاد الاقتراح على حسب القد ديال الوليدة دائما دابتا نفكروا فيهم كزاف هذا الشيء لاش قلت نعطيكم هاد الفك بطبيعة الحال ممكن تدروها في المول الكبير صفي من بعد ما كان نضيف ذاك البيسكوي اللي عندي كامل يعني كيف كتليكم ميتين جرام او لخمسة العلب ديال درهم كنضيف محلقة كبيرة ديال الخل وغادي نخلط تعاد نضيف ذاك ثمانية جرام او لسبعة جرام ديال الخميرة ديال الحلوة وكان خلطهم زيان باش هكي المكونات كي يندمجوا مع بعضياتهم وهذا هو القوام ديال الكيك كيف كتلاحظو هنا يا عندي ليمول العاجيب الصغير هذا المتوسط البنات ماشي الصغير وماشي ذاك الكبير بزاف دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالضقيق انا غير ما بقاش لي الفينو كي يجبنيها كي يرشهم بالفينو ما كي لسقوش وتيبقى لكم الاختيار ممكن تدروها فهم العائلي تقريبا هاد الكمية كتعمر لي اتنشر الوحادة كيف كتلاحظو الخالط كي يجي على هاد الشكل كي يجي خفيف بزاف هاد الكيكات كي يجي واعرين ما كيحتاجوا شقاع يعني ينسقيوهم كي يجيوهما سقينا راسهم تقريبا في كل وحيدة كندير معلقة كبيرة ونص ما تعمروهم شعوتاني بزاف لان فيهم الخميرة وفيهم الخل باش ما كيفيضوش معلقة كبيرة ونص في كل وحيدة راكي يجي دك شي الحد في القد كتخرج ما بين 12 واحدة حتى 13 صافي غادي نعمرهم هنا شعلت الفران تقريبا غيب خمسة دقايق من قبل غادي ندخلهم ونشعل عليهم من التحت وما تنسوش هكا تخبطوهم شوية باش كي يجيكم الشكل مقاد غندخلهم الفران شعل عليهم من التحت حتى كي يطيبوت قريبا واحد ربع ساعة عاد نشعل عليهم من الفوق وكي يجي هدا هو الشكل ديالهم كنخليهم انا حتى كي يبردو حتى كنحيدهم من الليمون باش هكا ما كي يلسقوش لنا في المول غادي نخليهم عوتاني حتى يبردو إن شاء الله وغادي ندوزو نحضروا الكريمة فبالنسبة للكريمة عندي هنا كاسو نص ديال العنباء ديال الحليب السائل كاسو نص ديال العنباء اللي هي ميتين وخمسين ميليلي لتر وقيت الحال راك نديرو الحليب فحل كسر هنا وكنزيدو عليه معلقة كبيرة عامرة ديال السكر حبيبات او للسكر سانيدة وكتبقى لحلى وحصة بالضوغ لكي يجي هاديك ومعلقة كبيرة ديال الكريمة باتي سير او للكاسترد غادي نخلط المكوينة مزيان وغادي نرد هاد الكريمة فوق البوطة مع الدخليط حتى كزع قدلية وكتبلي علي هاد الشكل وكنزيد عليها 40 جرام ديال الشوكولات استعملوا اي نوع كتفضلو انا استعملت نوعية جيدة وكندير واحد ضانية شوكولات للوزن ديالو 80 جرام ومعلقة صغيرة ديال الزبدة وغادي نخلط مزيان هاد الكريمة اللي كتبقى إن شاء الله نحمره الميني كيك وهاد الكريمة مكتجيش جدا كيتجيكتي كريمي او كاتب سف مع هاد الككا وكاتبي هي هائلة سافى هنا يTINب المعلقة بكبيرة فكل وحيدة كريمة لدي بطبيعة الحال اللي بغي يفهر القناش دي الشوكولات اللي بالكريمة السائلة والشوكولات ممكن لكن هذيك الزيت الصرح لهذا الميني كيك واحد الدلي هائلة غدي نعمرهم كاملين ومن بعد كي بقى لكم اختيار بنسبة الزيين انا عندي هذي اللعيبات هذا كيف كنقول لكم دائما وقت ما مشي تعدمون الحلوة كنشوفش حاجة جديدة كناخدها وكنديرهم في المجمد والله لكي ينفعوا غدي نزين بهم هقية الزيين بسيط ممكن تزينه بالفيرميسيل ديال الشوكولات لوز ايفيلي لوز كوم كاسي كل واحد يدير على حسب المتوفر عنده وغادي نزين بهذه الحبيبات ديال الشوكولات اللي جبتهم معي من بيم راني ووريتهم ليكم صافي وغادي ندخلهم لتلاجح تيبردو وكندوز نحضر معاكم هادلي شوصون اللي كي يجيو خطيري مزاف انا عيما نشكرهم ليكم ما نوفيهم شحقهم ضروري ان شاء الله ما تجربوهم وطردو عليها بعد الكليين ديالي كيحمقوا عليهم بكيحتاجوا لي خمرو لاتشي حاجة حوشوة كديدة واقتصادية بسم الله على بركة الله اول حاجة غنبدو بها واللي هي الحوشوة عندي هنا واحد مقيلة اللي درتها فوق البوطة كندير فيها معلقة كبيرة ديالزبدة مع شوية ديالزيت المائدة غادي نخلي هاديك الزبدة حتى الدوب وغادي نحتاج هنا ثلاثة ديال البصلات استعملوا البصلة الحمراء ولا البيضاء ولا البورو مهم اللي متوفر عندكم انا خلط بيناتهم بثلاثة خلطت ما بين الحمراء والبيضاء والبورو مهم استعملوا البصلة بكثرة لان البصلة كتجي زوينة بزاف هذه الحوشوة والكمية كتبقى حسب الرغبة لكن غاكترو لان فعلا كيجي رائعين دزاف من بعد ما كندير البصلة غادي نخليها حتى تصخف شوية يعني حتى كتبدا الدبال ما غا نضيف لها لمن الحالة تشي حاجة غا نخليها غا بوحدها كي يتطيح شوية وغادي نزيد عليها نص علبة ديالشومبينيوم او للفيطر المعلب اللي قطعته طريفة صغار وغا نزيد واحد الفلفلة اللي مقطعة مربعة صغيرة ممكن تضيفه وفلاف الالوان والكمية كتبقى حسب الرغبة صفي غادي نخلطو غا نخليو هاد الفلفلة مع هاد البصلة وشومبينيوم حتى كي يدبالو يعني حتى كي يصخفوه مزيان عاض غادي نضيفه كمية ديالصدر تعد جياج لي مقصول مزيان ومقطع مربعة صغيرة وغادي نخلطو وغادي نضيف داب التوابل غا نضيف شوية ديال الابزر او للفلفل الاسود وضيف شوية ديال الخرقوم او للكركم تقريبا غا نص معلقة صغيرة من كل حاجة وكتبقى التوابل حسب الرغبة شوية ديال القزبوريا بسم طحون وشوية ديال سكينجبير او للزينجابيل وغادي نضيف شوية ديال بودرة ديال التوم وشوية ديال بودرة تلبصلة طبيعة الحال الي كانوا متوفرين عندكم والمكون الي كيعطي واحد المادة قرائع بززاف لهاد الحوشوة الي هي البودرة ديال كروفيت ارا كتباع البنات من عند العطار هي خمسات دراهم كتعطينا واحد نسمة ها الى في الحوشوات وشوية الملحالي كتبقى علي حسب الضوق بطبيعة الحال الحوشوة كتبقى اختيارية انا درت لكم الحاجة الي كتعجبني والحاجة الصراحة الي عندي في الدار وانتو ما ديروا اللي بغيتو غادي نشحر هاد جاجم زيان مع البصلة والفلفلة والشومبينيوم يعني حتى كيطيب في الاخر غادي نزيد عليهم معلقة كبيرة ديال سوس الجيريان اللي كتعطيه واحد الماداق واحد الماداق البنات راه ما نعودش ليكم والصراحة هاد سوس الجيريان حسن من من الهريسة لان ديال حرورة ديالها طبيعية يعني مشي ديالك الدار كيطيب في الفم والله كتجي زوينه بزاف صفي كنخلط وكنضيف واحد المربع ديال الفرماج كيري او الفرماج متلت اللي كتفضله انا دائما كنبغي ندير كيري لانه هو دير بحل الكريمة كيدوب مع دك الدجاج وكي يعطيه ماداق زوين وكنضيف شوية ديال قصبرون مادنوس وهنا يلحو شوكيف كتلاحظو راه النشفات عندي يعني ما بقاش في هالموت تعلكات وطابت مزيان صفي غادي نخليها تبرد وغادي ندوز نحضر معاكم العجينة ديال الشوصون لي كتج يجي رائع بزاف بنينة يعني ما كتجيش غادي نوصافي عندي 500 جرام ديال الدقيق الابيض او للفارينة 500 جرام ديال الدقيق اللي هي خمسة الكيسان ديال العنبه طبيعة الحال يكون دقيق نوعية جيدة عندي 8 جرام ديال الخميرة ديال الحلوه 8 جرام اللي هي صاشية وحده وعندي هنا 80 ميلي لتر ديال الزبدة اللي كتكون دايبة انا استعملت الزبدة ديال العبار الزبدة الحيوانية لانها تعطينا واحد الماداق زوين واللي بغايد المارغارين تبقى لي لاختيار غادي نحتاج جوش لمعالق زيت المائدة واحد المربع ديال الفرماج كيري او الفرماج جلتان لكتفضله معلقة صغيرة ديال المطاغ او الخردة اللي كيعطينا واحد المضاق رائع لجينة شوية الملحا وشوية عالابزار ونص معلقة صغيرة ديالتحميرا او البابريكا لتحميرا كتعطينا واحد اللون رائع لعجينة ومكتبقاش هكي هي بيضة عندي هنا رسم معلقة ديال الخميرة الفورية او للخميرة ديال عجينة ونحتاج كاس وربع العنباء المال يكون بارد يعني منه الروبيني هنا بطبيعة الحال تقيقر انا درته في واحد الاناء كنزيد عليه ذاك المربع دي الفرماج كيري ومعلقة صغيرة دي المطارد شوية الملحه شوية الابزار نص معلقة ديالتحميره وكيف كتلاحظوا معي راس معلقة ديال الخميره الفوريه نراها واريتها لكم باش هكيات تعرفوا اش حال وغادي نضيف جوش لمعالقة كبار ديال الزيت النباتيه او للزيت العادية باش طينا القرماشال هاد ليشو الصون وكي يجيو رائعين بساف كنضيف نصف كاس ديال الزبدة اللي هي 80 ميلي لتر طبيعة الحال الزبدة راه باردة وغادي نحاول نرمل هاد المكونات او لكن بس بس هاد المكونات مع بعضياتهم حتى ما كيبقاشها كيبال يدقيق بيض عاد غادي نبقى نضيف الماء شوية بشوية وانا كنجمع العجينة بعض المرات كيكفيني كاس ديال العنباء وبعد المرات كاس وربع مهم را كنعطيكم مقادر مضبوطة ان شاء الله الوصفة دائما راكم عارفيني ناجحة مية في المية صفي هنا كيف كتلاحظون بعد ما كنجمعها بانتليه شوية قاسها غادي نزيد اربع كاس عن باديال الماء ودائما كيبقى على حسب نوعية الدقيق من بعد غادي تشوفوا القوام ديال العجينة كيفاش كيكون ما خاصوش يكون خفيف وما خاصوش عاوتان يكون قاسح بزاف من بعد ما كنجمعها غادي نحطها كيف سطح العمل ونحاول ندلكها شوية باش هادوك المكونات كينساجموا مع بعضياتهم واحد جوج دقايق او لا ثلاثة دقايق ما كتاخدش الوقت بزاف وكيف كتلاحظوا اللون ديال العجينة كي يجي هكا وردي ما كتبقى بيضا صفي غادي ندلكها شوية وانا ركتعجبني هادو المرحلة هادي راوخة عندي العجانة البنات كنعجن بيديها صبح الله العظيم عزيز عليها هكي نعجن بيديها صفي مبعد ما كندلكها كتولي على هاد الشكل يعني ماشي قاسحة وماشي خفيفة ومباشرة ما غنخليوها لا تخمر لاتشي حاجة مباشرة كندوزوك نطلقوها كررشو شوية دقيقها كي في سطح العمل غير شوية دقيق ما تديروش عاود دقيق بزاف باش هكا ما كتشربش ليكم العجينة غير شوية كحطيات باش ما تلسقش لينا وصافي غادي نطلقها بالمدلك على صمت لي كنتوسط ما تكون شرقيقها بزاف وما تكون شعود غليطة لانا اصلا فاش غا نقطعو هادوك الدوائر غادي نقرسوهم شوية بيدينا كيف كتلاحظو اللون ديال العجينة يجي رائع ونسمنها مزيان يعني كتجي بنينا ما كتجيش غي عادية وصافي من بعد ما كنطلقها كناخدها كي واحد القطعة على حسب اي قطعة عندكم بغتوا تديروهم هكا شكل دائري او الا على شكل شرصون اللي غا ندير معاكم مهم خدوا اي دائرة عندكم قطعو بيها ممكن تديرو حتدي كالغلاقة ديال اي حاجة عندكم او لا شي زلافة او لا على حسب الحجم اللي بغيتوا هادو كيجيو هكا صغار كيجيو زوين بزاف ماشي صغار هادو متوسطين الصراحة صافي غادي نبدأ نقطع بها الطريقة هادي ودروري ما كتأكدوا ان العجينة ملاسقش ليكم في سطح العمل يعني فش تكونوا كتلقو بيها بالمثلك بقوها كي يقلبوها ورشو شو بيها طحين باش ما تلسقش ليكم صافي من بعد ما كان قطع الدوائر ديالي العجينة اللي كاشتليه كنديرها فحد البلاستيكا وغادي نديرها البنات في الموج ميد وقت ما حتاجيتها كنجبدها حتى كتر خراسها وكان عاود ندير بها لي شوصون يعني ممكن نحتفطو بالعجينة وممكن نحتفطو بحت لي شوصون ان شاء الله هنوريكم الطريقة شوفوا معي الحشوة كيفاش كتجي كتجي مع الكو رائعة بساف غادي نحتاج شوية ديال فرماج الحمر وشوية الموزاريلا وهاي العجينة اللي شاطط لي لان ما درتش الحشوة كتير كيف قلت ليكم صافي غادي ندير معاكم ان شاء الله اللولا بالعرض الباطيء تركو معارفين نتن وغادي شرح من قلبي انا وصل لكم الحاجة كيف ما هي كان اخد واحد دائرة هكيا وكان نقرسها شوية لانها غليظة كيف لاحطو وغادي ناخد تقريبا معلقة كبيرة ديال الحشوة لكتجي لدي ديال بنات هذه الحشوة نعيما نشكر لكم فيها ولكن را نسيت واحد الحاجة ما درتهاش من بعد ونقول لكم صافي هناك ندير معلقة كبيرة ديال الحشوة وغادي نضيف شوية الموزاريلا باش كي تجينا معلقة هكيا من الداخل وشوية ديال فرماج الحمر وغادي نهز هكيا الجوانب ونحاول نقد هكيا الحشوة باش مدخرش لينا وغادي نحاول هكيا نسد هاد الاطراف مع بعضياتهم ما ندهنو لا بالما لا بتشي حاجة انا ما غادي تحل الموالو شوفوا معايا الطريقة باش غانديرها ممكن تديروا الطريقة الكلاسيكية العادية او لا تديرو هاد طريقة كتعطي واحد المنظر زوين كنسدوها مزيان يعني ضروري هكيا ما كتلاسقوهم مع بعضياتهم وكنجي كندير هاد طريقة هادي يعني كان بداها كي نبسط هادوك الاطراف وكان بدلوي به هاد طريقة شوفوا معايا مزيان البنات نتمنى وازع ما رادرت معاكم العرض الباطئ باش تشوفوني كيفاش كندير كان نبسطو بيدي وكان بدلوي به هاد طريقة يعني كي يجي واحد المنظر زوين وكتجي صراحة مقدبة في شكل ديالها صف كتلاحظو كنحاولها كي نجبت العجينة هاكا بيدي كنحاول نبسطها وكلوي بحلقة نضفرها به هاد طريقة يعني طريقة سهلة وعملية وما كيتحلوش نهائيا في الفران نتمنى من كل قلبي اخواتي زعمت كونو فانتوني لان والله بغيت نشرح لكم بعض الكلمات كي يغيبوا شوفوا الشكل ديالها كيفاش كي يجي وغادي نوريكم حتى يعني الشكل الكلاسيكي العادي لموالفين كنديروه بالفرشيطة صفي كان اخد عاود واحد دائرة وكنحاول نقرسها شوية باش مكي يجيوش هادالي شوصون غلاض وغادي ندير معلقة كبيرة ديال الحوشوة او لحسب انتو ما وشنو بغيتو نضيف شوية الفرماج الحمار وشوية المودزاريلا وغادي نحاول هكا ندخل الحوشوة ونسد عليها ونحاول نوريكم زيان باش هاد الاطراف هما باش غادي ندير ذاك الزواق شوفوا به هاد طريقة اتمنى ان شاء الله اخواتي وقولوا لي واش زعمل الشرح ديالي كيوصل لكم ولا لا حيس كان بقى نقول كانت منى زعمل كنوضحت كل شيء صفي را نستمر بنفس الطريقة وبنسبة للشكل الكلاسيكي العادي لي بالفرشيط را هادك ساهل تهو الصراحة انا جاني الاخر ساهل وعملي بزاف كندير معلقة كبيرة الحوشوة بعد ما نقرسها كيد دائرة وكندير شوية الفرماج الحمر وشوية المودزاريلا وكنسد بنفس الطريقة يعني كنورركم زيان وكنسد عليها وكناخد الفرشيطة وكن هاكيه كنعود يعني كتجي داكور وفي نفس الوقت كنسده على الحوشوة صافي وهادي نكمل ان شاء الله بنفس الطريقة انا كندير الصراحة هالطريقة هادي باش كنسالي ضغياء يعني كنعمرهم كاملين وكنبدا نجمع يعني باش مندير شاكيه خدمة مروونة تمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوني الحاجة اللي نسيتها البنات هو الزيتون جابوا لي يا مضبار يعني خرجتو على حسب الزيتون او في الاخر نسيتو الزيتون البنات مقطع كي يجي رائع بزاف 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 هالحوشوة ولكن انا راه نسيتو مهمتو ما ديرو الزيتون مقطع في من بعد ما كنكمل الكمية كاملة اللي عندي بالنسبة الاخوات اللي غاي بغيوا يحتفظوا بهم كتخليوهم بحال ما هاكا ما كتدهنوهم ما تشي حاجة كتغطيوهم بواحد البلاستيكا وكتدخلوهم المجميد حتى يجمدو وكتديروهم شو سوبيرا ملي كتبغيوا تطيبوهم كتاخدو كيف ما انا طيبتهم مباشرة الصراحة خضيت اه صفر بيضاء مع شوية دي الخل وشوية دي الحليب خلطهم زيان وكديت كندهنهم كيف كتشوفوا معينة كندهنهم خضرين ولكن نفس الطريقة بالنسبة لك انتو بغيوا تجمدوهم وتحتفظوا بهم كيف كتخرجوهم من المجميد كتدهنوهم بالبيض وكتزينوهم بالزنجلان انا هنا زيانتهم بالزرارع بخلطين خمسة درهم جبتها من عندهم اللي حلوة ما شاء الله غزالينا البنات خمسة درهم فيها الخير والبارا كدرت بيها وخبيزات وزينت بها هكا هدلي شوصا وكتقبو بواحد اللي يغضون هكا كديروا واحد جوج تقيبات باش ما كيتفرق عوش ليكم وباش ما كيتحلوش كيبقوا في الشكل ديالهم كيف كتلكم الى بقتوا تحتفظوا بهم هكا يخضرين اراه ممكن تيجيوا ورائعين بزافوا وكينفعوا وانا العجينة اللي شاطط ليرا غادي نحتفظ بها ان شاء الله المراه خرا وراه وريدكم الزيتون كان حدايا وما شفتوش انتو ما غاديروا الزيتون هكي يعطي واحد الماداقة رائع وبعد ما كان دهنهم بالبيض وكان زينهم هكي بالزرارة او لا الجنجلان او لا على حسب اللي متوفر عندكم غادي نشعلو الفران بخمسة ديال دقايق باش يصخلينا شوي ومن بعد كنتخلوهم نشعلو عليهم غير من اللي تحت حتي طيطبو من اللي تحت ويتحمرو عاد نشعلو عليهم من اللي فوق يتحمرو من الفوق وصافي هدو هدو هما الاطباق اللي حضرت معاكم اليوما ان شاء الله يربي يعجبوكم وغادي يعجبوكم كيف العادة هدو هما الميني كيك بالبيسكوي ومتها ديال كوكو الشوكولات كي يجي ورائع بساف خفاف معلكين وخاما مسقيين متاشي حاجة كي يجي ورائع ان شاء الله تجربوهم وبطبيعة الحال ممكن تدروهم كامول في المول عائلي يعني بيش جي كي كعائلية وهدو هما اللي شوصن شوفوا يا البنات طبصين اللي قال لك بالا صراحة جرائع فها كيف تقديم شوفوا معايا هدو 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 هد برير التعاتي والله لكن هذا هو القوتي والعشاء ديالنا اه ما شاء الله مش بيع ابتدوك لشوصان تكالوا ما شاء الله في ساعتهم وخلص انا دائما كنديرهم وكي قلت لكم راك نخرجهم في كوموند بزاف وبعد المرات احتفظ بهم في المجمد هكاية باش اللي بغا بلاطو ديال مملاحات كيكون يعني كيكون عندي واجدين ودبا غا دين مرحلة تدوك البنات والله لهذا المرحلة ما تنبغيش نديرها ولكن خاصني نديرها حيت كان شايكم وفي نفس الوقت كان بغن بيليكم غير المصداقية ديال الوصفات اللي كان دير معاكم ها كيفاش جاو حيت مني ما كان حلش لكم الحجم الوسطره ما كتكونش المصداقية يعني خاصني نشوف الحجم الداخل كيفاش جات شوفوا مهم الميني كيك يجيو خطيرين ضروري ما خاصاكم ان شاء الله تجربوهم وهدو مالي شوصان كي يجيو رائعين الحوش والديدة خطيرة ان شاء الله اخواتي غادي تجربوها وغادي تردو عليها وانا عزيز علي انا اكل اي حاجة هكي ملحة بصوص الجغية لانا كتزيد واحد المهدق الزوين في هذا الطعم ديال الحرورة اللي خفيف ممجهدش ووعرين ووعرين ان شاء الله غادي تجربوهم وتردو عليها شوفوا كيفاش كتجي ديك العجينة بحالة مورقة وشوفوا من تحت كيفاش كتجي حميرا ودوكو الزراري يزيدو واحد اللمسة ها الا انتمنى ان شاء الله اخواتي يعجبكم الفيديو كيف العادة متنسوني شمالي لايك ديالكم الى كنت كان استحق خليتلكم الراحة والسلام عليكم اشتركوا في القناة